أيها الحضور الكريم نحييكم سواعد قوية وعزاء مجبرة نحييكم إراضات صلبة وجبهات مرفوعة سامية فوق كل الجراح على هذا التراب الطاهر فمن على منهر القلعة العرفاتية قلعة الشهيد ياسر عرفات أول رصاصي وأول الحجارة نقول لكم حلمتم أهلا ووطئتم سهلا مفاتحة ثورة قادها الرمز الشهيد البطر ياسر عرفات هذه الحركة التي ولدت من رحم الشعب الفلسطيني في ظل صمت عربي مخجل في ظل الهيارات عربية فولدت فتح من بين الركام خرجت كالمارد من قلب الكمكم مدمردة على الواقع العربي الهزيل كي تكون كي تكون فعلاً أنبلة ظاهرة عرفتها البشرية كي تقول كي تقول ليس الشعب الفلسطيني فحسب وإنما قادت كل الأحرار في هذا العالم هذه الحركة المناطلة التي قدمت أكثر من مئة ثلاثين ألف شهيد هذه الحركة التي قدمت أكثر من ثمانمائة ألف أسير هذه الحركة التي قدمت مئات الآلاف من الجرحة هذه الحركة تستحق أن تبقى في مربع الرياضة والقيادة فهي الأمينة وهي المقلصة في هذا الشعب الفلسطيني العظيم التي اتفى حولها منذ عام 65 وحتى اللحظة أعلن باسم الله وباسم البسج وباسم الفلسطيني باسم القائد أبو مازل افتتاح هذا المؤتمر مؤتمر الشهداء شكراً يعني في هذا اليوم يقد مؤتمر الشبيب الفتحوية في جامعة فلسطين التقنية خضوري بالتالي هذه الرسالة إلى كل الفتحويين إلى كل هذا الشعب العظيم أن فتح ستبقى قوية متماسكة متوحدة حتى تأتي بالنصر المبين إن شاء الله ودحر هذا الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الكدس ها هم كل أبناء الشبيب اليوم يحيون هذا العرس الديمقراطي والتجديد لقيادة الهيئة الإدارية للشبيب بعقدهم المؤتمر السنوي لهذا العام ويبعثوا من هنا برسالة إلى السيد الرئيس ليقولنا له كل الشبيب الفتحوية خلفك أيها الرؤوس لا تنظر إلى كل المعرقين من هذا الشعب إلى كل الذين يراهنون أنه فتح منكسرة فتح منقسمة فتح موحدة ومنتصرة بإذن الله طبعا اليوم احنا في خضوري عنا مؤتمر لانتخابات حركة الشعب الطلابية الداخلية صارت صار عنا توافق بين جميع الحركات الطلابية عنا فتم اختيار المناسك لهم عادة أبو صفية و11 عضو للهيئة الإدارية بالإضافة إلى اليوم سيتم اختيار عضو مجلس الشبيبة وأعضاءه بالنيابة عن الرئيس وتم الحضور من جميع طلاب الجامعة بداية في هذا اليوم الديمقراطي في هذا العرس الديمقراطي الذي سطر به أبناء الشبيبة أجمل لوحات الإخاء والمودة أجمل لوحات العرفاتية حين رشت السفينة بنا إلى التوافق الانتخابي عن طريق تحديد منصق الشبيبة والهيئة الإدارية وأعضاء الهيئة الإدارية في هذا اليوم وفي هذا العرس سوف يتم الإعلان عن منصق الشبيبة وعن أعضاء الهيئة الإدارية في جامعة فلسطين التقنية الخضوري الجامعة العرفاتية وقد جرت هذا المؤتمر عن طريق التوافق دون الذهاب إلى الانتخابات وإنما جرى التوافق بين أبناء الشبيبة وهذه قد تكون موقف لا يحدث كثيرا هو من أجمل المواقب التي تسطر معنا الإخاء واللحمة والوحدة والتي منها سننطلق إن شاء الله إلى وحدة كافة أبناء الشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة